مباراة السوبر الافريقي المباراة اللي فاز بيها نادي الزمالك على النادي الاهلي حصل ان لجنة المنشطات بالكعف جت قبل المباراة في القتيل في الفندق ويعني قامت باخذ عينة من اربع لعيبة من الاهلي واربع لعيبة من الزمالك وبعد المباراة خدوا عينة من اتنين لعيبة من الاهلي واتنين لعيبة من الزمالك فجأت لجنة المنشطات بالكعف ان فيه لعيب كتب ان هو واخد ادوية الادوية دي فيها نوع من المنشط والادوية دي علاجية ومنها المفترض ان يذكر الادوية دي قبل ما ييجي ياخدوا منه العينة على العموم العينات راحت تتحلل بر مصر ومفروض العينات دي هتيجي لو ازاي ما هو بيقول عنده ادوية ممكن تبقى فيه مشكلة وممكن يلجأوا ساعتها لفكرة الادوية دي ويشوفوها الادوية دي ويشوفو علاجه ويحللوا العينة التانية ويشوفو يعني هل دا مسموح وهل دا غلط يعني فيه لغط على القصة بتاعة العينات وخصوصا اللي اتخدت في الفندق انا هنا مش بتاهم اي حد ولا هذكر حد ولا هقول شهرة لاعب ولا هقول انا مديش علاقة بس انا بقول لكم موقف قد يحدث فيما هو قادم بالنسبة للاعب كان واخد علاج العلاج اللي هو واخده دا فيه نوع من المنشط المحزور خلصة القصة خلصة القصة ونقل بالصفحة نقل بالصفحة